بالمقابل قال الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نحو 75 صاروخا من لبنان باتجاه مناطق الشمال وإن دفاعاته الجوية اعترضت عشرات منها وكانت صفارات الاندار دوت في مناطق إسبع الجليل وكاتسارين في جنوبي الجولان السوري المحتلع وصيب إسرائيليان إثر القصف في حين اندلعت حرائق عدة جراء سقوط الصواريخ في مناطق مفتوحة قال الإطفاء الإسرائيلي أنه يتعامل معها ترجمة نانسي قنقر